إلى جانب كورونا تحدي آخر ينتظر الحكومة الشرعية نتيجة تهاوي أسعار العملة الوطنية ووصولها إلى مستويات قياسية هي الأعلى في العاصمة المؤقتة عدن وضع كهذا دفع بقطاع البنوك والصرافة في عدن إلى إعلان إيقافهم حركة البيع والشراء كواحدة من الحلول الإجرائية الساعية للحد من تدهور العملة الوطنية مصادر مصرفية أرجعت أسباب الارتفاع إلى عمليات المضاربة التي يمارسها التجار بل إضافة لانجرار الكثير من الصرافين وراء الشائعات التي تهدد بانهيار العملة منذ بداية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية والإمارات تعاني العملة الوطنية من انهيارات متلاحقة فقدات على إثرها أكثر من نصف قيمتها وهو أمر قد لا يتوقف هنا خصوصا في ظل غياب إجراءات حقيقية لوقف هذا الانهيار مراقبون يرون أن فشل الحكومة الشرعية ومن خلفها البنك المركزي في إيجاد حلول حقيقية لوقف انهيار العملة يعود لعدم قدرتها على إعادة تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن وإعادة تصدير النفط والغاز بسبب الرفض السعودي الإماراتي لذلك وهروبا من تحميل التحالف مسؤولية ما آل إليه وضع الريال يلجأ البنك المركزي لتحميل منشآت وشركات الصرافة مسؤولية ذلك مهددا باتخاذ إجراءات قاسية لوقف التلاعب والمضاربة بأسعار العملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر